لا تزال البحرين تتقدم قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان وقد أثبت تقرير المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عن أحوال المدافعين عن حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجية أن حصول المنام على منصبين دوليين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كما في المنظمات غير الحكومية في نيويورك لم ينجح في حرف الأنظار عن انتهاكاتها وتجاوزاتها الحقوقية يؤكد المركز في تقريره السنوي السادس أن وصول البحرين إلى مواقع حقوقية بارزة ومهمة جعله تحت أنظار المراقبين بسبب ارتكابها انتهاكات بشعة وفاضحة في ملف حقوق الإنسان واستعرض المركز سلسلة من الانتهاكات المرتكبة في البحرين بدءا من التعديل الملكي المفروض على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لما فيه من تعد على المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى جانب مواصلة اعتقال الأطفال والحرمان السجناء السياسيين من حقوقهم إلى استمرار سياسة الإخفاء القصري إلى جانب سياسة الإفلات من العقاب وطالب التقرير الدولي ملك البحرين بإصدار أوامر للسلطات لإعمال ضمانات الحق في الحياة والحق في سلامة الجسد والحق في الحرية والحق في الأمان والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة والحق في المعاملة تحترم الكرامة الإنسانية داخل أماكن الاحتجاز وحثت المنظمة السلطات البحرين على العمل بالإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئة المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين